السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصفة السادسة الابتدائي في درسنا لهذا اليوم والذي يتكلم عن العلاقات بين الزوايا معكم السادة نادس ويلمي ومن لغة الإشارة الأستاذ بندر الصالح فأهلاً بكم عرفنا أحبائي سابقاً الزاوية القائمة وقلنا أن الزاوية القائمة هي الزاوية التي قياسها 90 درجة ويرمز لها هكذا وأيضاً أخذنا الزاوية الحادة وهي الزاوية التي قياسها أقل من التسعين درجة ومن الممكن أن تكون بهذا الشكل وأخيراً نعرف الزاوية المنفرجة وهي التي قياسها أكبر من التسعين درجة وأقل من المئة وثمانين درجة وتكون بهذا الشكل فكرة درسنا لهذا اليوم أن أصنف العلاقات بين الزوايا وأطبقها وسنتعرف على الزاويتان المتقابلتان بالرأس وكذلك الزاويتان المتطابقتان والزاويتان المتكاملتان وأخيراً الزاويتان المتتمتان يقول في هذا النشاط الخطوة الأولى أنسخوا الشكل المبين في ورق منقض فهيا أعزائي أحضروا دفتراً ومصطرة وأرسموا معي هذين الشكلين ننتقل أعزائي إلى الخطوة الثانية يريد مني أن أستعمل المنقلة حتى أوجد قياس كل زاوية فأرى هنا في هذه الرسمة خطين متقاطعين ويشكلان معاً أربع زوايا ويريد مني أن أستعمل المنقلة حتى أوجد قياسها فسأحضر المنقلة وأبدأ في قياس الزوايا إذن أعزائي يقول ماذا تلاحظ على قياس الزاوية الأولى وقياس الزاوية الثالثة وكذلك قياس الزاوية الثانية وقياس الزاوية الرابعة سأحضر المنقلة أعزائي وأبدأ في قياس الزوايا المطلوبة الآن سأبدأ في قياس الزاوية الأولى وضعت المنقلة رأسها على رأس الزاوية وسأستخدم التدريج الداخلي فسأبدأ هنا من صفر وحتى الضلع الآخر نلاحظ أن الضلع الآخر توقف على 110 فسأقول أن قياس الزاوية الأولى 110 درجات وبما أن المنقلة على رأس الزاوية الرابعة فسأأخذ قياسها من الآن وسأستخدم التدريج الخارجي فنلاحظ أن الضلع هنا من الصفر وحتى نهاية الضلع الثاني لها نلاحظ أنها توقفت على الزاوية ماذا؟ على الزاوية كما ترون أعزائي 70 درجة فسأقول بأن قياس الزاوية الرابعة هي 70 درجة ماذا عن قياس الزاوية الثانية وقياس الزاوية الثالثة؟ سأحضر المنقلة أيضا وأبدأ في قياس الزاوية الثانية وأقول سأضع رأس المنقلة هنا وأبدأ في التدريج الداخلي وألاحظ أنها توقفت على الزاوية على الرقم 70 فسأقول أن قياس الزاوية الثانية هي 70 درجة ماذا عن الزاوية الثالثة؟ بنفس وضعية المنقلة سأقول أن قياس الزاوية الثالثة توقف على 110 فسأقول أن قياس الزاوية الثالثة هي 110 درجات وبذلك أكون أخذت قياس جميع الزاوية المطلوبة ماذا يريد مني الآن؟ بعد ما أخذت قياس الزاوية التي يريدها دعونا نرى في التمرين الثالث يقول أن قياس الزاوية الأولى والثالثة ألاحظ أنه متساوين وقياس الزاوية الثانية والرابعة أيضا متساوين كذلك فكما نرى في الصورة أن الثانية والرابعة متساوين في القياس والأولى والثالثة أيضا متساوين في القياس نأتي إلى التمرين الثاني خمّن يقول صف العلاقة بين الزوايا المتقابلة الناتجة عن مستقيمين متقاطعين أين الزوايا المتقابلة؟ الزوايا المتقابلة هي نلاحظ أن واحد تقابل ماذا؟ تقابل ثلاثة وإثنان تقابل ماذا؟ تقابل أربعة ماذا تلاحظون أعزائي؟ أحسنتم نلاحظ أن الزوايا المتقابلة في الرأس متساوية في القياس ويقول هنا أن الزاويا الأولى تقابلها الزاوية الثلاثة تساويها في القياس والزاوية إثنان ويقابلها الزاوية أربعة وتساويها أيضا بالقياس حسنا ماذا يريد هنا؟ يريد أن أوجد مجموع قياسي الزاوية ثلاثة والزاوية أربعة وكذلك مجموع قياسي الزاوية اثنان والزاوية ثلاثة أنا عرفت أن الزوايا المتقابلة في الرأس متساوية فنلاحظ أن مائة وعشرة زائد سبعون ستعطيني مائة وثمانون درجة وكذلك الزاوية الأخرى مائة وثمانون زائد سبعون زائد مائة وعشرة ستعطيني مائة وثمانون درجة إذن هنا يقول أن مجموع قياسي الزاوية الثالثة مع الرابعة سيعطيني مائة وثمانون درجة لأن هنا قياسها سبعون درجة وهنا قياسها مائة وعشرة درجات أيضا هنا قياسها مائة وعشرة وهنا سبعون درجة فيكون مجموعيهما مائة وثمانون درجة نأتي أعزائي إلى الفقرة الرابعة يقول ما نوع الزاوية التي تكونها الزاوية ثلاثة والزاوية أربعة وما نوع الزاوية التي تكونها الزاوية اثنان والزاوية ثلاثة دعونا نحددها على الرسم الزاوية ثلاثة هذه هي والزاوية ماذا؟ والزاوية أربعة ماذا نلاحظ أنهما يشكلون معا؟ ماذا؟ ماذا تلاحظون؟ أحسنتم يشكلون معا زاوية مستقيمة ماذا عن الزاوية اثنان والزاوية ثلاثة؟ دعونا نحددها بلون آخر هنا الزاوية اثنان وهنا الزاوية ثلاثة يحددون معا ماذا؟ أحسنتم يحددون معا أيضا زاوية مستقيمة فكما نلاحظ في الرسم أن جميعهما يشكلون مع بعض زاوية مستقيمة نأتي إلى التمرين الخامس ويقول صف العلاقة بين الزاويتين التي تشكلان زاوية مستقيمة أين الزاويتين التي تشكلان زاوية مستقيمة؟ دعونا نحددهما الزاوية أربعة مع الزاوية ثلاثة هذه زاوية مستقيمة حسنا والزاوية واحد مع الزاوية اثنان أيضا زاوية مستقيمة اثنان مع ثلاثة زاوية مستقيمة ماذا نلاحظ أن العلاقة بينهما؟ سنقول أن العلاقة بينهما مجموعهما 180 درجة لأني أعرف أن قياس الزاوية المستقيمة 180 درجة وأستطيع كذلك أعزائي بمعرفة قياسها فكما علمت أن هنا قياسها 110 وكذلك قياس الثانية 70 درجة فيشكلون مع بعضهما 180 درجة نأتي أعزائي إلى تلخيص ما تعلمناه في هذا النشاط فيقول العلاقات بين الزوايا عندما يتقاطع مستقيمان فإنهما يشكلان زوجين من الزوايا المتقابلة تسمى زاويتين متقابلتين بالرأس أيضا هنا رسم يدعم هذا المفهوم فيقول كما ترون في الرسمة فالزاويتين المتقاطعتين هنا نقول عنهما بهذا الشكل هما زاويتين متقابلتين في الرسم فالزاوية واحد والزاوية أربعة هنا زاويتين متقابلتين بالرأس وكذلك الزاوية اثنان والزاوية ثلاثة كذلك متقابلتين بالرأس فنقول أن الزاوية الأولى تطابق الزاوية الرابعة معنى تطابقها أي تساويها وكذلك الزاوية الثانية المقابلة لها الزاوية الثلاثة فنقول عن الزاوية اثنان أنها تطابق الزاوية الثلاثة وهنا رمز التطابق كما ترون يقول هنا في هذا التمرين كيف نوجد قياس زاوية مجهولة وهو المفهوم الأول في الدرس فيقول أوجد قيمة سين في الشكل المجاور نرى هنا صورة زاوية معلومة وزاوية مجهولة ماذا ألاحظ على هذين الزاويتين؟ أحسنتم هي زوايا متقابلة في الرأس وماذا قلنا عن الزاوية المتقابلة في الرأس؟ قلنا عن الزاوية المتقابلة في الرأس أنهما متطابقتين أي متساويتين في القياس فبنظرة سريعة على هذا الشكل أقول أن قياس الزاوية سين هي 140 درجة أحسنتم فسنقول أن قياس الزاوية سين هنا 140 درجة لأن الزاويتين متقابلتين فهما متطابقتين نأتي أعزائي إلى مثال تحقق من فهمك ودائما أعزائي مثال تحقق من فهمك سأدعه لكم حتى ترون هل فهمتم مفهوم الدرس أم لا فيقول أوجد قيمة سين في كل من الشكلين الآتيين فنرى هنا زاوية معلومة لدي وقياسها 17 درجة وزاوية مجهولة ويريد حساب الزاوية المجهولة هيا أعزائي 30 ثانية نفكر فيها ومن ثم نحلها سوية ترجمة نانسي قنقر ماذا ترون أعزائي في هذه الصورة؟ أحسنتم نرى زاويتين متقابلتين في الرأس وماذا عرفنا عن الزواية المتقابلة في الرأس؟ ماذا قلنا عنها؟ قلنا أن الزواية المتقابلة في الرأس هي زوايا متطابقة ومتساوية في القياس حسناً الزاوية سين يقابلها الزاوية المعلومة 17 درجة إذن قياس الزاوية سين هي 17 درجة أيضاً فأقول قياس الزاوية سين هي 17 درجة لأنها تقابل وتطابق الزاوية المعلومة نأتي يا عزائي إلى مثال آخر من تحقق من فهمك ويقول أيضاً أوجد قيمة سين في كل من الشكلين الآتئين نرى هنا مستقيمين يتقاطعون مع بعضهما ويشكلان مع بعض زاويتين أحسنتم وتقابلتين في الرأس هيا أعزائي حلوا هذا التمرين لوحدكم ومن ثم نحله زاوية فهيا نبدأ خلال 30 ثانية نرى أعزائي هنا زاويتين متقابلتين في الرأس فالزاوية سين المجهولة يقابلها الزاوية المعلومة التي قياسها 95 درجة وبنظرة سريعة سأقول أن قياس الزاوية سين يساوي 95 درجة لأنها تقابل الزاوية المعلومة فبالتأكيد أنها تساويها وتطابقها نأتي أعزائي إلى العلاقات بين الزاوية سنلخص الآن ما تعلمناه وقلنا أن الزاويتين المتقابلتين بالرأس متطابقتين فهنا نرى المستقيمين المتقاطعين ويخلقون مع بعض زوايا متقابلة بالرأس فالزاوية الأولى يقابلها الزاوية الرابعة كما ترون فنقول عنها أن الزاوية الأولى تساوي وتطابق الزاوية الرابعة وكذلك الزاوية الثانية يقابلها الزاوية الثالثة فنقول عنها أن الزاوية الثانية تطابق الزاوية الثالثة كذلك أعزائي الزاويتان المتكاملتان قلنا أن الزاويتان المتكاملتان هم الزوايا الذين يشكلون مع بعض مجموعهما زاوية قياسها 180 درجة فنرى هنا أن الزاوية الأولى وكذلك الزاوية الثانية يشكلون مع بعض زاوية متكاملة قياسها 180 درجة وأخيرا الزاويتان المتتمتان فالزاويتان المتتمتان هم زاويتان يشكلون مع بعضهما زاوية قائمة قياسها 90 درجة يقول هنا على حسب المعلومات التي أعطيتك إياها قبل قليل صنف لي الزواج الزوايا فيقول يصنف كل من زوجي الزوايا الآتية إلى ماذا؟ إلى متتمتين أو متكاملتين أو غير ذلك غير ذلك أي لا متتمتين ولا متكاملتين ماذا ترون على الزاويتين هنا؟ الأولى قياسها 45 والأخرى أيضا قياسها 45 فيشكلون مع بعضهما زاوية قياسها 90 درجة أحسنتم فسأقول أنهما مع بعض يشكلون زاويتان متتمتان لأن قياسهما 90 درجة يقول هنا أن العلاقات بين الزوايا ليس من الضروري أن تشترك في الرأس نفسه كيف تصنف على أنهما متتمتان أو متكاملتان نأتي هنا إلى التمرين الثالث أيضا يقول صنف الزوايا إلى متتمتين أو متكاملتين أو غير ذلك الزاوية الأولى قياسها 75 درجة والزاوية الثانية قياسها 110 درجات دعونا نرى كم مجموع المئة وعشرة والخمس وسبعون أعطاني هنا مئة وخمس وثمانون درجة ماذا أقول عنها؟ هل متتمتين أو متكاملتين أو غير ذلك؟ المتتمتين يجب أن يكون مجموعهما 90 درجة والمتكاملتين يجب أن يكون مجموعهما 180 درجة ماذا ألاحظ هنا؟ مئة وخمس وثمانون إذن سأقول عنها أنها غير ذلك لا متتمتين ولا متكاملتين ننتقل إلى تحقق من فهمك أريدكم أعزائي أن تصنفون هذه الزوايا التي ترونها أمامكم إلى زاويتين متتامتين أو متكاملتين أو غير ذلك معكم أعزائي 30 ثانية ومن ثم نحله سوية هيا بنا نبدأ ترجمة نانسي قنقر إذن أعزائي يجب أن أجمع الزاويتين لأرى هل هما متتمتين أو متكاملتين أو غير ذلك سأقول 135 زائد 45 ستعطيني كم؟ مئة وثمانون درجة إذن أصنفها إلى ماذا؟ إلى متكاملتين سأقول بما أن مجموعهما مئة وثمانون درجة فمئة وخمس وثلاثون زائد 45 درجة ستعطيني مئة وثمانون درجة وبذلك أقول أنهما متكاملتان نأتي أعزائي إلى التمرين دال أيضا أتركه لكم أعزائي تحلونه خلال 30 ثانية ومن ثم نحله سوية ترجمة نانسي قنقر أحزائي أن الزاوية الأولى قياسها ثمانون والزاوية الثانية قياسها عشرة فسأقول أن مجموعهما سيعطيني تسعون درجة إذن إلى ماذا أصنفها؟ أحسنتم سأصنفها إلى متتامتين لأن مجموعهما يعطيني تسعون درجة نأخذ أعزائي هنا ملخصا لدرسنا لهذا اليوم ونقول أننا تعلمنا الزوايا المتقابلة في الرأس أنها متساوية ومتطابقة وكذلك أخذنا الزاويتين المتطابقتين وهو ما نطلقه على الزوايا المتقابلة بالرأس وأخذنا أعزائي الزاويتان المتتامتان والمتكاملتان فالمتتامتان هي التي قياسها تسعون درجة والمتكاملتان هي التي مجموع قياسهما مئة وتمانون درجة وأخيرا عرفنا كيف نوجد قياس الزاوية المجهولة إلى هنا أعزائي نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وهو درسنا الذي يتكلم عن العلاقات بين الزوايا كان معكم الأستاذ لدسويني من لغة الإشارة الأستاذ بندر الصالح فشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر